السلام على فاطمة وبيها وبعدها وبنيها والسر المسودع فيها وتسعة المعصومين من ذرية بنيها أساد الأفاضل المشايخ الكرام أساتذة الشعراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحروا ياتي التعازي للمقام سيد ومولاي صاحب العصر والزمان أرواحنا وارواح العالمين لثارة مقدمه الفداء وجعلنا الله وإياكم من الآخذين بثار الزهراء ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد الله صلى على محمد وآلي محمد وحجر 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 هذه الصلاة لا تليق بحجم خدمتكم ونحن في ضيافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فكرامة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسمعوني الصلاة تليق بمحمد وآلي محمد بأعلى الأصوات الله صلى على محمد وآلي محمد وحجر 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 أما الثالثة الصلاة الثالثة أريد أن أذهب إلى مدينة البصرة وأكون مفتخرا بحجم الصلوات في ضيافة علي بن أبي طالب وتعجيلا لفرج مولاي صاحب العصر والزمان بأعلى أعلى الأصوات الله صلى على محمد وآلي محمد وحجر 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 أني بأمير المؤمنين سلام الله عليه قبل خلق الخلق لهب لخطبة مولاتي الزهراء سلام الله عليها فعندما رجع إلى عالم الدنيا طرق الباب فتحت الباب الوالد العزيز يا علي لما أراك مرتشرا والابتسام على محياك فقال أمبارك بتأسد يمّة جبت شنّة الله من خجلها خالق الحنّة أمبارك بتأسد يمّة جبت شنّة الله من خجلها خالق الحنّة أغلى من العرش بس من رحة خطاب قاله ونستحي ناخذ مهر منه قالوا ليش تحط حطيه تشف عباس سدّع للخيم فنواحد الدنّة أغلى من العرش بس من رحة خطاب قاله ونستحي ناخذ مهر منه قالوا ليش تحط حطيه تشف عباس سدّع للخيم فنواحد الدنّة ويقل للنبي لو أنت ما مخلوق الله يلومني لغيرك من الطيهة ما زوجها غيرك لو تنينة نوح تموت وما معرس الزهرة خليها أزوجها المنو أزوجها المنو للقطع رس قبليس الله ويرسم له خطط ويقل له سويها أزوجها المنو للقطع رس قبليس ويرسم له خطط ويقل له سويها للي بقد ما رجف طيّح حجار الغار للي نشي الحمامة برجلة حتى الطير وجيوش الكفر عن نيدا لها أزوجها المنو للقطع رس قبليس ويرسم له خطط ويقل له سويها للي بقد ما رجف طيّح حجار الغار وجيوش الكفر عني يدليها للي نشي الحمامة برجلة حتى الطير وبعد عد سوالف أستححتيها اللعنة على أعداء الزهرة جميعا إلى قيام يوم الدين أما البطاقة الثانية فهي لأصحاب العقول ولا أجد خيرا من هذا الجمع لطرحها الفقار يحقق مع البسمار بعد حرق الدار الفقار يحقق مع البسمار بعد حرق الدار سين السبب الذي جعلك أن تترك عليه يا أمير المؤمنين وتقف بجانب أعدائه جيم نفخا لا خليفة في أذني وفقدت طهارتي سين ما الجريمة التي ارتكبتها وما المهمة التي أوكلت إليك جيم جاسوس ادخلت بس طلعت شارت شفت بيها علي متربعه وقاعد جاسوس ادخلت بس طلعت شارد شفت بيها علي متربعه وقاعد بداخلها نبي بس خان قد خان شفت بيها محمد خان قد خان وقلب بيت حيدر داخل شرايد والمحسن طلع طف العباية ومات ما يحتاج فتوه ويطلع يجاهد جاسوس ادخلت بس طلعت شارد شفت بيها علي متربعه وقاعد وشفت بيها محمد خان قد خان قلب بيت حيدر داخل شرايد والمحسن طلع طف العباية ومات ما محتاج فتوه ويطلع يجاهد صار اول مقاتل ريشة البسمار بمعركة الحرق همين حسب قائد وزوروحهم ما مزهم الشيطان وزوروحهم ما وزهم الشيطان طرف كسر الضلع ما كان متواجد دروا ما يقبل وزوروا ختم بليس عرفوا عن نبي الشيطان محاقد وزوروحهم وزوروحهم ما وزهم الشيطان طرف كسر الضلع ما كان متواجد دروا ما يقبل وزوروا ختم بليس عرفوا عن نبي الشيطان محاقد وبما قالوا بما انك قريب وتشنت وسط الدار قالوا شوف صيتاش كبرد الفقار قوم اكسر ضلع وصير ذي البسمار سعلون الوحي ينزل قلت بالغار قالوا هس ليش وقلت خادم صار قالوا للسبب حراء قلت حجار لكن فاطمة اخد هشرف من الغار وين الشفدي سامع سمع بالسيف وين السيف ابو حده من الزنجار مو عركة زلم والخشب طب حاجوز حاجوز الخشب بين المطر والنار واسمع فاطمة فاطمة فضة دركين الصيحة وكان الصوت دمعة امتشفنة بعبر فضة فضة استعجلوا لامي الذهب بالقاع من محبس علي البسمار ذا بشذرة حرقوا بابهم حتى اليتام التيه حرقوا بابهم حتى اليتام التيه خاطر من تجيل التيه الفقرة وفشر فاطمة جابت ولد مكتول جابت ولد ميت فاطمة الزهرة شابع موتجة قبل الحياة وراح ما حاجزتش يتربو وتكبر اسباب الولادة الباب والبسمار واسباب الوفاة نفس السبب تقرأ راحوا ما ترك للذكرى اي كاروك بس خلى ظلع مكسور للذكرى والفقار اسباب الولادة اسباب ابشر فاطمة جابت ولد مكتول جابت ولد ميت فاطمة الزهرة شابع موتجة قبل الحياة وراح ما حاجزتش يتربو وتكبر اسباب الولادة الباب والبسمار واسباب الوفاة نفس السبب تقرأ راحوا ما ترك للذكرى اي كاروك بس خلى ظلع مكسور للذكرى والفقار دون كل حاج البسمار والبسمار قالهم شي تذكرته من لما الحطب يكفي يكفي الجهنم عام اجي الشيطان يبرق بالهم ذمته ياه الواسكم قال لولا مو انته قالهم مو حرام مسحصتك السكته المن هالحطب قال لولا نحرق باب محمد ماد قالهم قاله والبتة سبب عدكم قون شك حامل بعباس قبل لا ينولد نذبحك فيه الاخته اما اللهم صلي على محمد وعلي محمد وعلي محمد وعلي محمد وعلي محمد اما الرسالة التي يجب ان تصل الى نفسي قبله الناس جميعا احببت ان اؤدب نفسي في نص شعري لكي لا اتطاول بالكتابة عن مولاتي زينب وأرفع الصياط عن كتفي القصيدة التي فيها السيدة زينب كأني السيدة زينب تمر على أجساد القتلى الرؤوس فوق الرماح تنحني على جسد أبي عبد الله وتهمس في نحره كلمات بعض الواقفين يستهزون ماذا تصنع بنت علي تهمس في نحره مقطوع فأجابت شاورت الجسد ولع الرمح يسمع وتذكح شايته من الرمح ما تطلع نسى وراسك هو وما ينقطع بالسيف وبد ما عدنا شي ينقطع ما يرجع شاليدة ونسى اليمن النهر موجود صح شف انقطع بس الله ما يقطع منهز الراي تيخضر جسد عباسي منسلم عن الرمح من عدة شف يطلع وقماط الرضيع التفع على الدخان احترق وقفه على مهدى وما قبل يركع بحيث على الجمر لزقتش قد ضحكات وحوافر داست على ضلوع المناغات هو حسين عبرة أو عبرة للفهمة وخذنا العبرة بس تهت العبرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة